السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نكمل دروس رياضيات تحذير للباك للشعب الرياضي في هذا المحوى القسمة في زد لشعبة الرياضيات وتقني الرياضي فقط اليوم نشوفه ان شاء الله الجزء الاول اول شيء نشوفه هو قابلية القسمة في زد زد هي مجموعة الاعداد الصحيحة اول شيء تعريف او ب عددان صحيحان صحيحان و ا غير معدوم القول ان العدد ا يقسم العدد ب يعني وجود عدد صحيح ك حيث ب يسوي كافئة ا نقول كذلك ا قاسم العدد ب او نقول كذلك ان ب مضاعف ل ا ب ب مضاعف للعدد ا ا نكتب ا قاسم لب ونقرأ ا يقسم ب او ا قاسم لب اذا تعريف ا و بعددان صحيحان و ا غير معدوم القول ان العدد ا يقسم العدد ب يعني وجود عدد صحيح ك حيث ب يسوي كافئة نقول كذلك ان ان ب مضاعف للعدد ا نكتب ا قاسم لب ونقرأ ا يقسم ب او ا قاسم لب اول شيء باش نفهموا الاعداد الصحيحة ويمكن الرجوع الى فيديو مجموعة الاعداد دلت واحد الفيديو مجموعة الاعداد تمهيدا للقسمة في زد وتمهيدا للعدد المركبة ايضا لنك في فيديو مجموعة الاعداد شوفوا فيه الاعداد الصحيحة الادد الطبيعيه الادد العشرية الادد الناطقه الادد صماء الادد الحقيقية الادد مركبة باش تفهموه الفرق بين كل هذا اول الادد الصحيحة هي زد والادد الصحيحة واشنه هي سفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ناقص واحد ناقص نين ناقص لاثة ناقص اربعة الى اخره هذه الادد الصحيحة يعني كان الادد الموجبة والادد السليبة اعدد صحيحة او اعدد نسبية ولا توجد اعدد بالفاصلة في الاعدد الصحيحة يعني لا توجد اعدد عشرية لا توجد اعدد بالفاصلة في الاعدد الصحيحة هذا اول شيء ب قسمة ا يساوي ك عندما نقسم ب على ا نجد ك والباقي سفر كيف نقدر كيف نكتب هذا ب يساوي ك في ا زائد سفر سفر هذا كنقدر نمحه ونكتب ب يساوي ك في ا ك هو حاصل قسمة هذا هو القاسم ا هو قاسم نجد نلقى هكذا يعني الباقي سفر معناه ان ا قاسم لبا يعني نقول يكون ا قاسم لبا اذا كان باقي باقي قسمة ا على ب يساوي سفر يعني اذا كان كان قسموا باقي 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 سفر يعني ان ا قاسم لب اي ا يقسم ب يكون ا قاسم لب اذا كان باقي قسمة قسمة ا على ب يساوي السفر وانك هو تعريف ا و با صحيحان و ا غير معدوم ا غير معدوم على شخص العدد اللي نقسم عليه لازم يكون غير معدوم من قسمه على السفر القول ان العدد ا يقسم العدد با يعني وجود عدد صحيح حيث با يساوي كافي ا نقول كذلك ان ا يقاسم للعدد با او نقول كذلك ان با مضاعف للعدد ونكتب ونقرأ ا يقسم b أو باقي ought با ب باقي 0 بي يسوي كفئة الك هو الحاصل و هذا القاسم و الباقي 0 كفئة زائد الباقي و الباقي في هذه الحالة 0 بي يسوي كفئة هذا هو الحاصل و هذا القاسم منه كيف يلقى كفئة بي يسوي كفئة معناه أن أ قاسم لب أ قاسم لب أو نقول أيضا بأن بي مضاعف لأ إذا كان أ قاسم لب فإن بي مضاعف لأ و ب مضاعف لأ كذلك و نكتب و الكتابة نكتبه هكذا قاسم لب هكذا كيف يلقى نقرأ أ على ب يعني أ قاسم لب أو أ يقسم ب هذه أ و نقرأ أو أ قاسم لب هذا ما كان مثال 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 ثلاثين على خمسة ثلاثين على خمسة ماذا يساوي؟ يساوي ستة والباقي السفر ثلاثين نكتبه ثلاثين يساوي ستة في خمسة يعني كما نقول ب يساوي كا في أ الكا هو الحاصل هو ستة في هذه الحالة و القاسم هو خمسة ثلاثين هو البا ثلاثين يساوي كا ثلاثين يساوي ستة في خمسة ثلاثين يساوي ستة في خمسة ماذا يعني هذا؟ يعني أن خمسة يقسم ثلاثين يعني خمسة أو نقول خمسة قاسم لثلاثين أو و نقول أيضا و كذلك ثلاثين مضاعف لخمسة ذلك ثلاثين على خمسة يساوي ستة والباقي سفر كل قوة الباقي سفر معناه أن هذا الخمسة هذا العدد الذي قسمنا عليه معناه العدد هذا قاسم لهذا يعني كل قوة الباقي سفر يعني ثلاثين يساوي ستة في خمسة ستة في خمسة يساوي ثلاثين يعني ب يساوي كا في أ يعني أن خمسة يقسم ثلاثين أو نقول أن خمسة قاسم ثلاثين وكذلك 30 مضاعف لخمسة بما أن 5 قاسم ل30 فعين 30 مضاعف لخمسة هكذا ونكتبه هكذا 5 قاسم ل30 5 قاسم ل30 أمثلة أخرى 48 يساوي ناقص 8 في ناقص 6 ومنه نقول أن ناقص 6 قاسم ل40 وعلى شخطة لكين دي 48 قسمة ناقص 6 نلقى ناقص 8 ناقص 8 يعني نكتبه هكذا 48 نساوي ناقص 8 في ناقص 6 ومنه ناقص 6 مضاعف لعفون ناقص 6 قاسم ل40 إذن ناقص 6 قاسم ل48 والكتابة قلنا هكذا ناقص 6 قاسم ل48 سهلا ما أعلم الباقي هنا صفر دائما الباقي صفر لكي يكون قاسم إذا لقنا الباقي ليس صفر فإنه غير قاسم ليس قاسم مثال آخر ناقص 65 يساوي ناقص 65 ناقص 6 ناقص 16 في 5 ومنه خمسة قاسم لناقص ناقص 65 ناقص 65 ناقص 65 يساوي ناقص 13 في 5 ومنه خمسة قاسم لناقص 65 ومنه ناقص 65 ومنه ناقص 65 على 5 ناقص 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 والباقي صفر يعني يكتب ناقص 65 يساوي ناقص 13 في 5 ناقص 65 يساوي ناقص 13 في 5 إذن 5 قاسم لناقص 65 ونكتب 5 قاسم لناقص 65 دائما ناقص 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 عدد يعني إذا ناقص 65 على 5 ناقص 13 يعني دائما ناقص ب يساوي كافئة معناه أن ب مضاعف يعني 65 يساوي 13 والباقي صفر يجب ونكتب من الشكل ب يساوي كافئة يعني ناقص 65 يساوي ناقص 13 في 5 يعني العدد يعني العدد يعني العدد يساوي الباقي في حاجة ناقص 65 يساوي ناقص 13 في 5 ناقص 65 هذا ما كان يساوي ناقص 65 يساوي 5 في ناقص 16 يساوي نفس الشي ومنه ناقص 13 قاسم ل 65 ناقص 16 قاسم ل 65 ومنه ناقص 65 على ناقص 13 ما نلقى نلقى 5 والباقي 0 نكتب ناقص 60 يساوي 5 في ناقص 13 هنا ناقص 60 يساوي 13 ناقص 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 يساوي 5 في ناقص ناقص 65 عدد يساوي عدد يعني العدد هذا من مضاعفة من قواسم هذا العدد يعني ناقص 65 يساوي 5 في ناقص 13 وعنى الضرب عملية تبديلية 5 ناقص 13 أو 5 ناقص ناقص يساوي 5 ناقص 65 وعنى الضرب عملية تبديلية وعنى خطرقين ناقص 65 ناقص 65 و ناقص 65 ناقص 65 كيف ناقص 65 على 5 ناقص 13 معناها 5 قاسم ناقص 65 معناها هذا وعند هذا معناها هذا وعند يعني الضرب عملية تبديدية ناقص في هذه الحالة نقول إذن ناقص 13 قاسم ل ناقص 65 ونكتب ناقص 13 قاسم ل 65 ناقص 13 قاسم ل 65 60 بما أن الضرب عملية تبديلية ب ناقص كندل ب يمكن كندل كندل معناها قاسم ل ب ب كندل ب تبديل ب تقسيم كندل ب تقسيم K تلقى A. هكذا؟ نفس الشيء. نقول A قاسم لي B. مهم احنا نستعمل دائما A قاسم لي B. بعد ذلك انت تشانجي يعني لامبلازمو بيناتهم. تخيل A تاك حسب استعمالتك. كمعنى نقص 60 سوى نقص 13 في 5. ونقص 65 سوى 5 في نقص 13. اذا حبيت تبرهن بأنه خمسة قاسم. نقص 13 في 5. منه انه خمسة قاسم للنقص 65. اذا حبيت تبين بأنه نقص 13 هو قاسم للنقص 65. تبدل الموقع تاهم يعني تبدل البلاصة تاهم. يعني التنفيرسي بناتو مايدا واحدة هنا واحدة هنا. هذا الاختراع. نقص 13 تجيبو لنا ونقص 5 تجيبو لنا نفس الشيء. لأنه ضرب عمرية تبديلية. منه وتقول نقص 13 قاسم للنقص 65 ايضا. اذا انت تحول تشوف وش هو المطلوب في التمرين. اذا طلب منك تلقى نقص 13 قاسم تعتبره A. اذا قل لك تلقى بأنه خمسة قاسم للنقص 65. اعتبر خمسة هذا هو A. والK هو نقص 13. والعكس. اذا قل لك تبين أنه نقص 13 هو قاسم. يعتبر أنه نقص 13 هو A. وخمسة هو K. هذا ما كان. المهم. كي تفهموا. كي تلقى عدد يعني قاسم لعدد. لازم تقسيم هذا العدد. تلقى حاصل الباقي الصفر. يجب يكون الباقي الصفر كي يكون A قاسم لB. كما قلنا. هذا ما كان سهلا. سهلا مهلا. اذا لم تفهمتوا اش عودوا بالعقل تفهموا. سهلا هذه. حاجة سهلا. ملاحظة. في Z. يعني مجموعة العدد الصحيحة. للعددين A ونقص A نفس القواسم. مثال. قواسم ثمانية. هي واحد ثنين أربعة ثمانية. هذه في العدد الطبيعية. في العدد الطبيعية. ونقص نقص 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 ن 4 نقسمه على 1 و 4 1 لا نحسبه 4 على 2 نقسم 2 أيضا 2 نقسمه على 2 2 على 2 يسبب 1 نحبسه إذا كان 8 على 2 لقيت لا يقبل القسم نرى على 3 4 على 5 6 على 7 على 8 إلا أن نصل إلى ذلك العدد مثلا لو كان 9 هنا 9 على 1 أي عدد يقبل القسمة على 1 نجوزه 9 على 2 لا يقبل القسمة نرى 9 على 3 وبعد نرى 9 على 3 يقبل القسمة لو كان لا يقبل نرى على 4 على 5 على 6 حتى 9 8 نرى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا نبدأ من 2 نرى أنه يقبل القسمة يعني 9 يقبل القسمة على 2 أو إذا لم يقبل نقسمه على 3 إذا لم يقبل على 4 إذا لم يقبل على 5 على 6 على 7 على 8 على 9 حتى نصل إلى هذا العدد 8 على 2 يسوي 4 4 على 2 يسوي 2 2 على 2 يسوي 1 قوسم 8 8 قوسم أي عدد أي عدد يقبل القسمة على نفسه على 1 هذا المينموم يعني أي عدد يقبل القسمة على 8 على 1 على نفسه على 1 8 هذا 1 أول شيء ثاني شيء بعد 2 في 2 نرى 3 2 في 2 رأي 4 2 في 2 في 2 نرى 8 يعني 8 يعني 8 يعني 3 شيء يعني 1 دائما لا تقبل قسمة على 1 بعد القاسم الأول 2 نكتبه القاسم الثاني 2x2 4 قاسم الثاني 2x2 8 إذا كان بزاف العدد نضربه شوية شوية يعني 2x2 4 2x2 8 إذا كانوا مثلا 2 وحدة أخرى هنا 16 إلى آخره بالنسبة لهذا العدد الثمانية هؤلاء القواسم 1-2-4-8 بطريقة إيجاد القواسم هم مشفتوها في الدوز يمالي ولا في برميار المهم قواسم 8 هي 1-2-4-8 هدية في الآد الطبيعية لكن في الآد الصحيحة قواسم 8 هي 1-2-4-8 كما الآد الطبيعية ونزيده ناقص 1-2-4-8 يعني نزيده نفس العدد بالإشارة بالنقص يعني 1-2-4-8 ويقبل القسم على نقص 1 على نقص 2 على نقص 4 على نقص 8 لأننا في الآدد صحيح يعني كين موجب وكين سالب يعني 8 يقبل القسم على 1 على 2 على 4 على 8 يقبل القسم على نقص 1 على نقص 2 على نقص 4 ونقص 8 وقواسم نقص 8 هي نفسها قواسم 8 يعني 1-2-4-8-1-2-4-8 يعني قواسم A ونقص A نفسها لنفس القواسم منه إذا لقيت حاجة قاسم لثمانية فإنه قاسم لنقص 8 هكذا؟ يعني أن لثمانية ونقص 8 نفس القواسم هذا ما كان يعني العدد A ونقص A نفس القواسم إذا لقيت حاجة من قواسم 8 فإنها من قواسم نقص 8 مثلاً في هذه الحالة ثانياً خواص الخاصية الأولى خاصية الأولى وش تقولنا الخاصية الأولى A B C ثلاثة ثلاثة أعداد أعداد صحيحة غير معدومة ثلاثة 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 إذا كان A يقسم B و B يقسم C فإن A يقسم C هذه خاصية التعدي تعني إذا كان A يقسم B يعني A قاسم لب و B قاسم لسي فإن A قاسم لسي إذا كان A قاسم لب و B قاسم لسي فإن A قاسم لسي كيف نبرحنا على هذا البرهان A قاسم لب ماذا يعني A قاسم لب معناه أن B يساوي كافي A قلنا إذا كان A قاسم لب فإن B يساوي كافي A و B قاسم لسي مش معلتها معلتها أن أن C يساوي كافريم في B باش يكون B قاسم لسي فإن C يساوي كافريم في B حيث أن K و كافريم عددان صحيحان إذا يجب أن يكون K و كافريم عددان صحيحان منه نعوض نعوض في C و ما نديره نشد ال B هذا يعني هذه C عندنا C يساوي كافي في B وال B يساوي كافي A يعني نشد B عبارة B هنا و نعوض هنا يعني B يعني B يساوي كافي A و نجد ماذا نجد C يساوي كافريم والب هذا نعوض بكافي A هيدا C يساوي كافريم في كافي A يعني و نديره هكذا لنك C يساوي كافريم في كافي A وبما أن كافي كافريم عدد صحيح لأن كا عدد صحيح و كابريم عدد صحيح منه كافي كابريم عدد صحيح بما أن كافي كابريم عدد صحيح فإن A يقسم C يعني A يقسم C عندنا A يقسم B يعني B يساوي كافي A يعني باش يكون A قاسم B يعني لازم B يساوي يعني لازم B يساوي A في حاجة في عدد صحيح و B قاسم لC معنى أن C يساوي B في عدد صحيح ولقينا C بعدما عوضنا B هنا لقينا C يساوي كافريم في كافي A كافريم في كافي A كافريم في كافي A بما أن C يساوي A في عدد صحيح فإن A يقسم C أي أن A قاسم لC هذا هو البرهان مثال شوفوا مثال للفا إذا لم أفهمتش حاجة عودوها بالعقل مثال خمسة قاسم لعشرين ذلك وعشرين قاسم لأربعين إذن حسب الخاصية خمسة قاسم لأربعون هذا هو A قاسم لب والب هذا قاسم لس منه فإن A قاسم لس يعني خمسة قاسم لأربعين عنا خمسة قاسم لأشرين وعشرين قاسم لأربعين منه حسب الخاصية تتأدي خمسة قاسم لأربعون لماذا؟ نتحقق خمسة على عشرين أعفون خمسة قاسم لأشرين ماذا يعني؟ 20 يسبق خمسة لكل أربعة ك يسبق يسبق يعني يعني أربعين أربعون يعني أربعون يسبق اثنين في عشرين. يعني خمسة قاسم الى عشرين معتا ان عشرين يسوي خمسة في عدد صحيح. اربعون عشرين قاسم الى اربعون معتا ان اربعون يسوي عشرين في عدد صحيح. واربعين يسوي اثنين في عشرين. واش ندير لدوكا? نشد عشرين هذا نعوضها بالقيمة هادي. هكذا? واش نجد? نجد اربعون يسوي اثنين في نقوين كين عشرين نعوضوه في اربعة في خمسة. في اربعة في خمسة. واش ماتا? ماتا ان عشرين يسوي اثنين في اربعة الكل في خمسة. هكذا? اعفون انا اربعون. ماتا اربعون يسوي اثنين في اربعة الكل في خمسة. اعفون. موك. هذا هو الكافيكا بريم. مش ماتا? ماتا ان اربعون يسوي ثمانية في خمسة. يعني هذا الكافيكا بريم. الكافيكا بريم القيناة ثمانية هنا. موك اربعون يسوي ثمانية في اربعة في خمسة. منه ندوك نلقينا اربعون يسوي خمسة في عدد صحيح. بما انه اربعون يسوي خمسة في عدد صحيح. اذا خمسة قاسم لاربعون. وعلى شكين ديو اربعون على خمسة للقوة ثمانية. والباقي سفر. منه خمسة قاسم لاربعون. خمسة قاسم لاربعون. هذه الخاصية الاولى خاصية تأدي. اذا كان ا قاسم لبي وبي قاسم لسي. فان ا قاسم لسي. يعني في هذه الحالة خمسة قاسم لعشرين. وعشرين قاسم لاربعون. اذا خمسة قاسم لاربعون. مثال ثاني. ثلاثة قاسم لتسعة. وتسعة قاسم لستة وثلاثون. منه ثلاثة قاسم لستة وثلاثون. لماذا؟ ثلاثة قاسم لتسعة. ماذا يعني؟ يعني ان تسعة يساوي. ثلاثة في ثلاثة. هكذا. تسعة قاسم لستة وثلاثون. ماذا يعني؟ يعني ان ستة وثلاثون يساوي أربعة في تسعة. يعني يساوي تسعة في حاجة. يعني تسعة في أربعة. سيستعى في عدد صحيح. منه؟ تسعة هذا اللي هنا. وكننا عوضوه بالقيمة التعوينية. نعوض تسعة في ستة وثلاثون. نجد. ماذا نجد؟ نجد ستة وثلاثون يساوي أربعة في ثلاثة في ثلاثة. الكل في ثلاثة. وكذا هو الكاف في كابريم. ويساوي ستة وثلاثون يساوي ثلاثة في ثلاثة. بمعنى ستة وثلاثون يساوي ثلاثة في عدد صحيح. يعني كنت استولاثين على ثلاثة لنقوا ثلاثة والباقي الصفات. يعني استولاثين يساوي ثلاثة في عدد صحيح. منه? ثلاثة قاسم لستة وثلاثون. يعني ثلاثة قاسم لستة وثلاثون. هذه هي سهلة معنا. هذه هي خاصية التعدي. ثلاثة قاسم التسعة. وتسعة قاسم لستة ثلاثون. ثلاثة قاسم لستة وثلاثون. هذه هي خاصية التعدي. الآن شوفوا خاصية ثانية. خاصية الثانية. ماذا تقول? او ب. عددان. صحيحان. و ا غير معدوم. اذا كان. ا يقسم ب. فانه من اجل. كل عدد صحيح. ام. ا يقسم. ام ب. يعني. ا و ب. عددان صحيحان. و ا غير معدوم. اذا كان. ا يقسم ب. فانه. من اجل. كل عدد صحيح. ام. فان. ا. فان. ا. يقسم. ام ب. فان. ا. يقسم. ام ب. البرهان. كيف نبرهن على هذه الخاصية. اذا كان. ا. يقسم. ب. ماذا يعني. فان. ب. يساوي. كفئة. كما قلنا. حيث ان. ك. عدد. صحيح. يعني. كا ينتمي الى الز. اذا كان. ا يقسم. ب. فان. ب. يساوي. كفئة. ومن هو. عددنا. ب. يساوي. كفئة. وكان ضربو. البي في ام. نوك. ام ب. يساوي. ام. كفئة. ضرب في ام. من هنا. الهنا. نوك. ب. يساوي. كفئة. من هو. كان ضربو. الطرفين في ام. نوك. تقول لي. ام ب. يساوي. ام. كفئة. حيث ان. ام عدد صحيح. من هو. ام ب. يساوي. ام. كفئة. كعدد صحيح. وهذا عدد صحيح. من هو. ام. كعدد صحيح. بما ان. ام. كعدد صحيح. بما ان. ام. كعدد صحيح. ا... فان... ا... يقسم. ام. ب. يعني نكتبه. ا. 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 اام. ب. ا. ا. ا يقسم. ا. ب. هكذا. ا. يقسم. ا. ب. هذا مكان. ضربنا الطرفين في M منه MB يسوي A في عدد صحيح لأن M عدد صحيح وK عدد صحيح منه MB يسوي A في عدد صحيح بما أن M K عدد صحيح فإن A يقسم MB أي أن A قاسم لMB مثال شقنا المثال خمسة يقسم 20 فهل خمسة قاسم لثمانين الحل لدينا خمسة قاسم لعشرين هكذا مش معتا أن 20 يساوي 4 في 5 20 يساوي 4 في 5 يعني B يساوي K في A أيضا و 80 ماذا يساوي 80 يساوي 20 في 4 أيضا 20 هذا هو B 20 وهذا هو الم يعني M B أو B كيف 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 لنجعله لأن نلقى 80 يجب أن نضربه في 4 يجب أن نضربه في 4 يجب أن نضربه في 4 20 يساوي 4 في 5 منه اربعة في عشرين يساوي اربعة في اربعة في خمسة. منه ثمانين يساوي اربعة في اربعة كل في خمسة. هذا هو الام في كا. ايضا. ثمانين يساوي اربعة في اربعة في خمسة. منه ثمانين يساوي الستاشر في خمسة. ثمانين يساوي ايري Valliture 16. Slater 16 في خمسة. بما ان ثمانين يساوي خمسة في عادة صحيح لانه 16 عادة صحيح. بما ان ثمانين يسوي 5 في عدد صحيح منه فإن 5 قاسم لـ 80 5 قاسم لـ 80 أي 5 قاسم لـ 80 هذه هي 5 قاسم لـ 20 منه 5 قاسم لـ 80 لأن 80 هو 24 24 مع TNB إذا كان A قاسم لـ B فإنه فإن A قاسم لـ M فإن A قاسم لـ M هذه هي الخاصية الثانية إذا كان A يقسم B فإن A يقسم M حيث M عدد صحيح هل هي الآن نشوف الخاصية الثالثة خاصية الثالثة وشيق A وبه عددان صحيحان وـ A غير معدوم إذا كان A يقسم B فإنه من أجل كل عدد صحيح غير معدوم M M M A يقسم M B لـ الخاصية الثالثة إذا كان A و B عددان صحيحان وـ A غير معدوم إذا كان A يقسم B فإنه من أجل كل عدد صحيح M غير معدوم M A يقسم M B البرهان إذا كان A يقسم B فإن B يساوي كافي A هكذا حيث كعادد صحيح ومنه عندنا B يساوي كافي A نضرب الطرفين في M نضرب الطرفين في M وشي خرجنا خرجنا M B يساوي M في كافي A هكذا B يساوي كافي A منه M B يساوي M في كافي A منه M B يساوي M K في A بما أن M عدد صحيح حيث أن M عدد صحيح هنا M عدد صحيح M عدد صحيح و K عدد صحيح منه M K عدد صحيح M بما أن M عدد صحيح فإن فإن عدد صحيح لماذا هنا ثم M في أو م يساوي كافي A هكذا M يساوي كافي A منه بما أن بي يساوي M في كافي A منه M B يساوي كافي M A هيدا لأن الضربة عملية تبديلية M في كافي A هو كافي M في A منه M بي يساوي كافي M في A بما أن M بي يساوي M A في كافي هكذا M بي يساوي M A في كافي بي يساوي M A في عدد صحيح وبما أن K عدد صحيح لأنك عدد صحيح فإن M A يقسم M B يعني M A يقسم M B لما كان ضربنا الطرفين في M منه M B يساوي كافي M A لأن الضربة عملية تبديلية كما قلنا M في كافي A تساوي كافي M في A M B يساوي M A في K في عدد صحيح منه M A يقسم M B ونكتب M A يقسم M B أو M A قاسم M B مثال مثال 6 قاسم 42 هل 12 12 قاسم 84 6 قاسم 42 ماذا يعني هذا أن 42 يساوي 7 في 6 هكذا 40 يساوي 7 في 6 نضرب الطرفين في 2 ماذا يخرج يخرج 42 في 2 يساوي 7 في 6 في 2 منه 42 في 2 هو 84 يساوي 7 في 2 في 6 ومنه 84 84 يساوي يساوي 7 في 2 في 6 80 يساوي 80 يساوي في 12 بما أن 84 يساوي 12 في عدد صحيح في 7 يعني 84 يساوي 12 في 7 12 قاسم 84 يعني نفس الشيء أنا إن طلقنا من يعني B يساوي K A ضربنا الطرفين في M تولي M B ونقول M B M B يساوي K M A يعني K في M A ونقول M B 42 في 2 وحسب نعدكم 84 يساوي 7 2 6 يعني يساوي K في M A من 84 يساوي 7 في 12 يعني M B يساوي K في M A من M A قاسم ل M B هذا هو المثال يعني كتضرب الطرفين في 2 معتها 6 قاسم 42 تولي يولي 12 قاسم 84 لأن ضربنا الطرفين في 2 يعني كيكون A قاسم لB فإن M A قاسم لM B حيث أن M عدد صحيح لازم يكون عدد صحيح هذه الخاصية الثالثة الآن نشوف التمرين التمرين الأول ماذا يقول التمرين الأول عين الأعداد الصحيحة أن أن حيث 11 يقسم أن زائد خمسة عين العدد صحيحة أن حيث 11 يقسم أن زائد خمسة الحل كيف ندير لدينا 11 يقسم أن زائد خمسة حيث 11 قاسم لأن زائد خمسة 11 قاسم لأن زائد خمسة وش ما عطا عطا أن أن زائد خمسة يساوي 11 يساوي كاف 11 ولا 11 كاف كيف هكذا B يساوي A K B يساوي كاف A كيكون A قاسم ل B فإن B يساوي يعني B يساوي كاف A هل الحال كاف A أو A في K كيف كيف المهم أ قاسم لأن زائد خمسة من هو أن زائد K يساوي 11 في K هكذا أي سوف نلقاوه الآن ناقص خمسة N حيث 11 يقسم N زائد خمسة بما أن 11 يقسم N زائد خمسة معتا أن 11 قاسم N زائد خمسة قلنا كيكون 11 قاسم لأن زائد خمسة معتا أن N زائد خمسة يساوي 11 في K يعني كيكون B قاسم A قاسم ل B فإن B يساوي K في A في هذه الحالة N زائد خمسة يساوي 11 في K لما نلقاو N من هو 5 نجيبه لنا نجيبه 1 يساوي 11 K 5 من هالحلول هي الأعداد الصحيحة من الشكل 11 K 5 مع K صحيح يعني أعداد صحيحة لأنه كان بزاف ونجيبه لنجيبه قيمة مضبوطة إلا إذا قلنا نعوض K بقيمة مثلا مثلا نعوض K يساوي 1 K يساوي 1 لا يساوي 1 يساوي 1 K ناقص 5 من 1 يساوي 1 في 1 ناقص 5 هكذا 1 يساوي 1 ناقص 5 ناقص 6 هكذا 1 يساوي 6 وعندنا 5 يساوي 1 K من هو 5 6 6 5 يساوي 1 K من 6 5 11 11 11 11 11 12 12 12 12 10 12 20 20 20 21 20 20 20 21 21 22 21 22 21 22 22 22 نعوض مثلاً نعوض كيساوي مثلاً اثنين وش نلقى قبل أن نوحلت مثلاً أن يساوي احداش كناقص خمسة من هو أن يساوي احداش في اثنين ناقص خمسة أي أن يساوي اين وعشرين ناقص خمسة أن يساوي سبعتاش من هو أن زائد خمسة يساوي احداش كناقص من هو نعوض سبعتاش أن بسبعتاش زائد خمسة يساوي احداش كناقص يعني سبعتاش زائد خمسة هي اثنين وعشرين اثنين وعشرين يساوي احداش كناقص خمسة نعوض كيساوي اثنين من هو اثنين يساوي اثنين وحقق نعوض كيساوي اثنين وعوض كيساوي اثنين وعوض كيساوي اثنين شكال ناقص خمسة. لاننا قلنا عيد الاعداد الصحيحة ان. مش عدد واحد. لانك ما هيش قيمة واحدة. تمارين الثاني. عين الاعداد الصحيحة ان. حيث لاثان زائد خمسة يقسم ثمانية. العكس في الاول قلنا 11 يقسم ان زائد خمسة. لاثان زائد خمسة يقسم ثمانية. الحل. طريقة الحل. لتعيين الاعداد الصحيحة ان. حيث العبارة افان تقسم العدد الصحيح ا نساوي بين افان وقواسم ا ا حيث عدد الصحيحة ان. حيث العبارة تقسم العدد الصحيحة ان. نساوي بين وقواسم ا. هدي افان ثلاثان زائد خمسة والآد يعني لان نبين بان هذه العبارة تقسم ا تقسم ا يعني ثلاثان زائد خمسة يقسم ثمانية. ثلاثة أن زائد خمسة يجب أن يكون من قواسم ثمانية هكذا ما نفعله؟ نرى هذه نفعلها بين هذا العبارة وقواسم ثمانية لكي نلقى الحل يعني واحد ثلاثة أن زائد خمسة يقسم ثمانية يعني قلنا ثلاثة أن زائد خمسة يقسم ثمانية وش معتها؟ معناه ثلاثة أن زائد خمسة قاسم لثمانية يعني يجب أن يكون ثلاثة ثلاثة أن زائد خمسة من قواسم ثمانية هكذا نشد ثلاثة أن زائد خمسة نديره يسوي قواسم ثمانية ثم نلقى كيف نلقى نديره النتيجة ثلاثة قواسم ثمانية ثلاثة قواسم ثمانية ومشاهدة ثلاثة حسنة ثلاثة 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 هذه هي قواسم ثمانية كيف نفعله؟ ومنه نساوي بين الأفآن وقواسم أ أي نساوي بين ثلاثة أن زائد خمسة أفآن هي ثلاثة أن زائد خمسة في هذه الحالة وقواسم ثمانية أفدت ثلاثة أن زائد خمسة نفعلها oh ثلاثة أن زائد خمسة يساو 1 أو ثلاثان ثاية خمسة تاوين gern y favor 2 أو ثلاثان ثاية خمسة يساوي 4 أو ثلاثان زاية خمسة تاوين � AND أو، ثلاثان زاية خمسة ناقص واحد أو ناقص دي او لاثان زايد خمسة يساوي ناقص اربعة او لاثان زايد خمسة يساوي ناقص ثمانية ونشوفوا الحلول نحسبوا نشوفوا القيم اللي تكون مقبولة والقيم المرفوضة لاثان زايد خمسة يساوي واحد منه ثلاثان يساوي واحد خمسة يساوي ناقص اربعة او لاثان زايد خمسة يساوي اثنين ناقص خمسة يومها أربعة او لاثان بما يرام بثلاثان يساوي اثنين ناقص خمسة ناقص ثلاثة. نفس الشيء الاثان يساوي اربعة ناقص خمسى خمسة نجيبوه لنا منهو لاثان يساوي ناقص ثلاثن يساوي اربعة ناقص خمسة أي ثلاثة أن يساوي ثلاثة. ما لي ناقص خمسة ثلاثة. نكمل ناقص واحد ناقص خمسة. ثلاثة أن ساوي ناقص ستة. نكمل ثلاثة أن يساوي. ناقص نين ناقص خمسة. منهم. ثلاثة أن يساوي ناقص سبعة. ثلاثة أن يساوي ناقص اربعة ناقص خمسة. ثلاثة أن يساوي ناقص تسعة. ثلاثة أن يساوي ناقص ثمانية ناقص خمسة. يجبنا خمسة لهنا. ثلاثة أن يساوي ناقص ثلاثة أن يساوي ناقص ثلطاش. وش درنا؟ نقدرنا العبرة هذه نساوي بين أفآ وقوسم ثمانية. يعني نساوي بين ثلاثة ناقص خمسة. نساوي بين ثلاثة أن زائد خمسة وقوسم ثمانية. يعني ندير ثلاثة أن زائد خمسة. تساوي واحد. تساوي اثنين. تساوي اربعة. تساوي ثمانية. نقص 2 ونقص 1 ونقص 2 ونقص 4 ونقص 1 ونقص 8 يعني لثا أن زائد 5 إما يسوي هذا أو هذا أو هذا يعني نظروا على مجموعة القواسي من 8 بعد نحسبوا لثا أن ونشوفوا القيم المقبولة والقيم المرفوضة ويجب أن يكون أن عدد صحيح و إنت إن أسنع أن يرام نقص أربعة ومن يعيش نقص أربعة ا Michelin غير جيدا feldorf Mega já منه ان يشوي ناقص ستة على ثلاثة ون يساوي نقص نية. نكبلوا. 3. يساوي نقص سبعة. من هو م ER على ثلاثة lawmakers. أن يساوي ٩ على ثلاثة firefighters.على ثلاثة formulate decision in meidän هذا نقص 4 على 3 نحسب هذا عدد غير صحيح نقص على الثلاثة عدد ناطق وعدد ناطق ليس عدد صحيح لأنه لو كان نقص 4 على 3 ننقو شيء بالإشارة نوك هذا قيمة مرفوضة أن يشوي نقص 1 نقص 1 عدد صحيح نوك مقبولة أن يشوي نقص 1 على 3 هذه قيمة مرفوضة لأنه عدد ناطق نقص 1 على 3 يشوي نقص صحيحة بالفاصلة avec 30 إلى آخر في العدد صحيحة لا يوجد الفاصلة نقص 1 مقبول نقص 2 مقبول أن يشوي نقص 7 على 3 مرفوض لأنه نقص 7 على 3 لن نقص عدد ناطق أو عدد عشري مرفوض ليس عدد صحيح أن يشوي نقص 3 عدد صحيح مقبول أن يشوي نقص 12 على 3 عدد عشري أو عدد ناطق يعني نقصinated بالفاصل لأنه نقص 11 على 3 من هو هذه القيم مرفوضة القيم الصحيحة بقوا اربعة اذا من هو واش نقولوا ان يساوي نقص اربعة على ثلاثة ان يساوي نقص واحدة على ثلاثة ان يساوي نقص سبعة على ثلاثة ان يساوي نقص ١٣ على ثلاثة قيم مرفوضة هكذا قيم مرفوضة لانها ليس لها حلول ليس لها حلول في زد يعني في مجموعة الاعداد الصحيحة الحلول هي اذا الحلول هي واشنو هي ناقص واحد واحد ناقص ٢ ناقص ٣ إذا حلول هي ناقص واحد واحد ناقص ٢ ناقص ٣ هذه هي هذا هو التمرين اذا قلنا كي قلنا عين الاعداد الصحيحة حيث ان زائد خمسة يقسم ٨ يعطينا عبارة تقسم عدد وش معتها ان العبارة هذي قاسم للعدد هذي اوكي مثل هذي ثلاثة ان زائد خمسة يعني قاسم لثمانية منه يجب ان يكون ثلاثة ان زائد خمسة ينتمي الى مجموعة القواسم ثمانية يعني يجب ان ينتمي الى مجموعة القواسم ثمانية ناقص ما نديرو نديرو ثلاثة ان زائد خمسة يقص واحد او او اثنين او او اربعة او ثمانية او يعني نضرقها على مجموعة القواسم ونشوفوا الحلول اذا نشوفوا الحلول الصحيحة ان قبلوها الحلول التي لا تنتمي الى ادات صحيحة نرفضها هذا مكان اذا ما فهمتوش عودوا بالعقل هذا الثمانين الحلول هي هذه الحلول هي ناقص واحد واحد ناقص نين ناقص لثة الآن شوفوا تمرين ثالث اشقلنا عين الاعداد الصحيحة ان حيث لاثة ان زائد ثمانية يقسم ان زائد ستة طريقة لا تقول طريقة لتعيين الاعداد الصحيحة ان حيث العبارة اف ان تقسم العبارة جان اف ان نرجع المسألة الى ان ان عبارة اف ان تقسم عددا صحيحا ا ا يعني اذا كانت عنetah ثان العدد صحيحة ان خ invaders عبارة ج ان فكتما نرجع هذه العبارة دوما نرجع اتقسم عدد الصحيح زائد كلها ثلاثة ان زائد ثمانية يقسم أن زائد ستة هكذا هذه العبارة تقسم العبارة هنا نبحث عن أش أن عفوان هنا أش أن نجد من القول العبارة نرجعها أن العبارة أش أن يعني مش هدي نلقو واحد العبارة أش أن تقسم عدد صحيح أ إذن لدينا الأف آن والج أن نبحث عن أش أن يعني ثلاث ان زايدة مانية يقسم عن زايد ستة ثلاث ان زايدة مانية يقسم ان زايد ستة وش معتها؟ أي ثلاث ان زايد تمانية يقسم ان زايد ستة ومنه نضرب هذه العبارة في ثلاثة. وعلاش? نشوف هنا هنا ثلاثة ان زي الثمانية. هنا ثلاثة ان. اوك هنا نضربها في ثلاثة ان. يعني نضرب العبارة في ثلاثة ان. وش تخرجنا? تخرجنا ثلاثة ان زي ثلاثة ان زي ثمانية. يقسم ثلاثة ان. ثلاثة في ان زي ستة. نفس الشيء. وعلاش? على بلنا بان اه اه كان ا يقسم ب فان ام ا يقسم ب. شفناه في الخواص السابق. منه ثلاثة ان زي ثمانية. يقسم ان زي ثلاثة ان زي ثمانية. نضرب العبارة الثانية في ثلاثة. يعني نضرب ان زي ثلاثة. وعلاش هنا كين ثلاثة هنا نضربه في ثلاثة. لكن كين اربعة هنا نضربه هنا في اربعة. وكشوفوا علاش? ونقمنا. قمنا. قمنا بضرب. في ثلاثة. حسب الخاصية السابقة. يعني عندنا 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 نضرب ونضربه في ثلاثة. منه? منه? ثلاثة ان زي ثمانية. يقسم ثلاثة ان زي ثمانتاش. هكذا? لقيمنا في العبارة السابقة. اذا كان ا يقسم ب. ا يقسم ب. فان ا يقسم ام ب. كان واحدة خاصية. كي يكون ا يقسم ب. فان ا يقسم ام ب. حيث ام عدد صحيح. وثلاثة هذا هو عدد صحيح. ضربنا في ثلاثة. ما كان مشكل. تولي ثلاثة ان زي ثمانية. قاسم لثلاثة ان. لن نشره هنا. ثلاثة ان زي ثمانية. هكذا? لذلك ثلاثة ان زي ثمانية. قاسم لثلاثة ان. زي ثمانتاش. ولدينا. لدينا ايضا ثلاثة ان زي ثمانية. قاسم لثلاثة ان زي ثمانية. يعني اي عدد قاسم لنفسه. ثلاثة ان زي ثمانية قاسم لثلاثة ان زي ثمانية. هكذا؟ لماذا؟ منه ثلاثة ان زي ثمانية يساوي واحد في ثلاثة ان زي ثمانية. هذه نسموها واحد. ثلاثة ان زي ثمانية يساوي واحد في ثلاثة ان زي ثمانية. بسبب لي نساوي، لبقاء ان كنت الثلاثة ان زي ثمانية يقسم لاثان زي ثمانية يقسم لاثان زي ثمانية. ان شاء الله يقسم ثلاثة انزاية ثمانية يقسم ثلاثة انزاية ثمنتاش ولدينا ثلاثة انزاية ثمانية يقسم ثلاثة انزاية ثمانية يعني اي عدد يقسم نفسه ا يقسم ا خمسة يقسم خمسة اي عدد قاسم لنفسه هنا ثلاثة انزاية ثمانية قاسم لثلاثة انزاية ثمانية منه ثلاثة انزاية ثمانية يسوي كاف في ا يعني كاف في ا يعني هنا كما البي يسوي كاف في ا يعني ثلاثة انزاية ثمانية يساوي ثلاثة ان زي ثمانية في عدد. واي عدد هو قاسم لنفسه ويساوي نفسه في واحد. يعني خمسة يساوي خمسة في واحد. ستة يساوي ستة في واحد. ثلاثة ان زي ثمانية يساوي واحد في ثلاثة ان زي ثمانية. هادي استخرجناها. نكتبو اهنا. واحد عبارة واحد وش تقول ثلاثة ان زي تمانية تساوي 1 في ثلاثة آن زائ تمانية و لدينا ايضا ثلاثة آن زائ تمانية قاسم لثلاثة آن زائتمنتاش اذا هذه القناة هنا ثلاثة آن زائتمنتاش و منها نستخرج عبالة ثانية اسمها اثنين لثان زائتمنتاش اذا يساوي ماذا يساوي يساوي كا او كابرين في ثلاثة ان زائل ثمانية يعني كمال بي يساوي كافي ا ايدا ثلاثة ان زائل ثمنتاش يساوي كابرين في ثلاثة ان زائل ثمانية وش ندير وضوك لقد عدنا هذي الاولى وعندنا الثانية نطرح واحد من اثنين او ا Скadıطرح واحد من اثنين او نقص واحد هكذا عبارة الاولى الثانية لنقص لعبارة الثانية العبارة الثانية عفوا ناقص لعبارة الاولى هذا نقص هذا وهذا نقص هذا ما كو ش هرج لنخرج لنا ثلاثة ان زائد ثمانطاش ناقص ثلاثة ان زائد ثمانية. هكذا? هذا في الطرف هذا. في الطرف الاخر يساوي. هذا ناقص هذا. ثلاثة ان زائد ثمانية ناقص واحد في ثلاثة ان زائد ثمانية. اوكي? لنكا بريم ثلاثة ان زائد ثمانية ناقص واحد في ثلاثة ان زائد ثمانية. من هو? هنا ثلاثة ان زائد ثمنتاش ناقص ثلاثة ان ننشره ناقص ثمانية. لنكا هذا وهذا يروح. سيبور سادر بنا في ثلاثة باش يروحوا في الحساب. هكذا? سيبور سادر بنا هنا في ثلاثة دائما وعليش قلنا تشوفوا هذا. اذا كان ثلاثة ان ضربوا هنا في ثلاثة. اذا كان اربعة ان ضربوا في اربعة عش نستعمل اه اه. كي يروحوا. ندراها هذه ناقص هذه. يروحوا. في الجزء هذا. لن نخرجو ثلاثة ان زائد ثمانية عمل مشترك y وللنا ثلاثة ان زائد ثمنية. عمل مشترك بين هذه و هذه. يبقى ماذا يبقى يبقى? يبقى اكا. هنا يبقى اكا. في هذا الطرف. في هذا الطرف يبقى ناقص واحد خرج هكذا ثلاثة ان زائد ثمانية في كا ونقص واحد. عن بعد في هذا الجهة ما وش يخرج الناس منطاش ناقص ثمانية عشرة يعني عشرة يساوي ثلاثة ان زائد ثمانية في كا بريم ناقص واحد او نكتبه عشرة يساوي كا بريم ناقص واحد في ثلاثة ان زائد ثمانية وهذا عدد صحيح بما ان عشرة يساوي ثلاثة ان زائد ثمانية في عدد صحيح عشرة يساوي ثلاثة ان زائد ثمانية في عدد صحيح لان كا بريم عدد صحيح هو واحد عدد صحيح ناقص كا بريم ناقص واحد هو عدد صحيح ناقص عشرة يساوي ثلاثة ان زائد ثمانية في كا بريم ناقص واحد منه ثلاثة آن زي ثمانية قاسم لعشرة. وبما ان كبريم ناقص واحد عدد صحيح منه ثلاثة آن زي ثمانية قاسم لعشرة. نوصلنا لعبارة هذه ثلاثة آن زي ثلاثة آن زي ثمانية قاسم لعشرة. نحسبوه نحوشه على الآن. هذه مثل الثمانية الثاني. يعني ثلاثة آن زي ثمانية يقسم عشرة. وهذه نديره نفس الطريقة مثل الثمانية الثاني. يعني ما معدها? ثلاثة آن زي ثلاثة آن زي ثمانية يقسم عشرة. معناه ان لاثة آن زي ثمانية يجب ان يكون من قواسم عشرة. يعني يجب ان ينتمي لقواسم عشرة كما فهمنا في الثمانية الثاني. قواسم عشرة. ما هي? هي واحد اثنين خمسة عشرة ناقص واحد ناقص نين ناقص خمسة ناقص عشرة. هذه قواسم عشرة. ونفس الطريقة مثل الثمانية الثانية. يعني الثمان زي ثمانية يجب ان يكون من قواسم عشرة. يعني ثلاثة آن زي ثمانية. اما يساوي واحد او 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 خمسة او عشرة. او ناقص واحد او ناقص او ناقص نين او ناقص خمسة او ناقص عشرة. اي نديرو نفس الشيء. ثلاثة آن زي ثمانية يساوي واحد او ثلاثة أنزع ثمانية يساوي ثنين أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي خمسة أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي عشرة أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي ناقص واحد أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي ناقص ثنين أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي ناقص خمسة أو ثلاثة أنزع ثمانية يساوي ناقص عشرة أو 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 الى اخر. ثلاثة ان زي ثمانية. اما يكون واحد او ثنين او خمسة او عشرة او نقص واحد او نقص ثنين او نقص خمسة او نقص عشرة. كما الثمانية ثانية ونحسب وضوكاء ونشوفو ثلاثة ان ماذا يساوي. واحد نقص ثمانية. واحد نقص ثمانية. نلقاو. ثلاثة ان يساوي ناقص سبا. منه? ان يساوي ناقص سبعة لثلاثة ان يساوي اثنين ام ا так сказать ان يساوي ناقص ستة اي ان يساوي ناقص ستة يساوي اثنين. او ثلاثة ان زي ثمانية يساوي اثنين 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 ه Menu ايجيدي تقيقوه له ونجعل اثنين ناقص ثمنية نفس الطريقة. ثلاثة ن يساوي خمسة ناقص ثمنية. ثلاثة ن يساوي ناقص ثلاثة. فقطما ن thought it? ن يساوي ناقص ثلاثة على ثلاثة. يساوي ناقص واحد. يجليت لاحق ذلك في الحساب. ثلاثة ن يساوي عشر ناقص ثمانية. منه ثلاثة ان يساوي ناقص ثنين. اي ان يساوي ناقص ثنين على ثلاثة. اقدر? انه ثلاثة ان يساوي ناقص واحد ناقص ثمانية. منه ثلاثة ان يساوي ناقص تسعة. اي ان يساوي ناقص ثلاثة. وعلاش ناقص تسعة على ثلاثة يساوي ناقص ثلاثة. نفس الطريقة ثلاثة يساوي ناقص ثمانية. منه ثلاثة يساوي ناقص عشر. هنا. يساوي ناقص خمسة ناقص ثمانية. من ثلاثان يساوي ناقص ثلاثان يساوي ناقص عشر ناقص ثمانية. ثلاثان يساوي ناقص ثمانطاش. هذه العبارات المختلفة. نشوفوا ما هي العبارات اللي نقبلها والعبارات اللي نرفضها. الان نشوفوا العبارات هذه. ان يساوي ناقص ثم على ثلاثة. مرفوضة. ان ناقص ثم على ثلاثة ليس عدد صحيح. ان يساوي ناقص ثنين. مقبولة. ان يساوي ناقص واحد. مقبولة. ان يساوي ناقص ثنين على ثلاثة. مرفوضة لانه ليس عدد صحيح. ان يساوي ناقص ثلاثة. صحيحة يعني عدد صحيحة مقبولة. لث ان يساوي ناقص عشرة. منه ان يساوي ناقص عشرة لثلاثة. مرفوع نقيس 10 على 3 مسافاً ماذا هو غير صحيح لثان ليس drafting العادد الصحيح لثان يساوي نقص 13 يعني ان يساوي نقص 13 على 3 نقص 13 على 3 هو عدد عشاري اذا مرفوع مرة هي عدد الصحيح لثان يساوي نقص 18 منه ان يساوي 6 مع ظن Fund لان ان يساوي نقص 18 على 3 نقص 18 على 3 يسوي ناقص ستة. اذا عبارة صحيحة ومقبولة. اذا الحلول المقبولة وهي الحلول. الحلول هي ناقص نين ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص ستة. هكذا. هذه الحلول. باقي الحلول هي عدد عشرية. يعني لا تنتمي العادة الصحيحة منه. فانها مرفوضة. النتيجة. يكون. يعني نعود الى التمارين تانا. يكون ثلاثة انز زائد ثمانية قاسم لانز زائد ستة. اذا وفقت. اذا كان. ان ينتمي الى ناقص نين ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص ستة. يعني اما يكون ناقص اثنين ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص ستة. هذه هي النتائج. اذا هذه هي الحلول. في مثل هذا انواع من الثمارين دائما نخلنا. نشوفوا هذه الضوك هنا ثلاثة انز زائد ثمانية هنا انز زائد ستة. ضربنا هذه في ثلاثة باش يقولوا كيف كيف. باش كين درنا الناقص يروح الان هذك. دائما نحقوا كيفاش نضربه. اذا كان اربعة احنا نضربه هنا في اربعة اذا كان خمسة يكون في خمسة نضربه في خمسة باش كين نجمعوه كين دلوا الناقص يروحوا الان هذك باش نرجعوه نلقوه اه عدد صحيح اه هيدا هذ الحالة لقنا عاشرة. المهم اما فهمتوش عاودوا بالعاقل تفهموه. اذا عاديتو تديرو بوز وكملو ابره هيدا بالعاقل البرك. عاودوا بالعاق البرك التمينينادو كتفهموه. خاصية رابعة. ا ب و س ثلاثة اعداد صحيحة. و ا غير معدون. اذا كان ا يقسم العددين ب و س فانه من اجل كل عددين صحيحين. ام و ان ا يقسم ام ب زائد ان س يعني قلنا ا ب س ثلاثة اعداد صحيحة و ا غير معدون. اذا كان ا يقسم العددين ب و س فانه من اجل كل عددين صحيحين ام و ان ا يقسم ام ب زائد ان س. البرهان. اذا كان ا يقسم ب. اذا كان ا يقسم ب فانه ب يساوي كفئة. ايه دا. و ا يقسم س ا يقسم سي معناه ان سي يساوي كبريم في ا. حيث كبريم عددان صحيحان. هكذا? ومنهو? عدنا بي يساوي كفئة هكذا. كن ضربو الطرفين في ام. هو اللي ام بي يساوي ام كفئة. هكذا? و عدنا السي يساوي كبريم في ا. نحن هنا. الضرب في ام. وبعد سي يساوي كبريم في ا. حسبها هذي. نضربه في ان. الضرب في ان. نحن يخرج ان في سي يساوي ان كبريم في ا. هكذا ان سي. عندنا الان سي يساوي ان في كبريم في ا. وعندنا ان بي يساوي ام في كفئة. حيث ان ام و ان عددان صحيحان. منهو? ام بي زائد ان سي. نجمعه هذي. مع هذي. نحن تساوي. هذي زائد هذي. نحن تساوي ام كا. ا زائد ان كبريم ا. هكذا. نحن تجمعنا عبارتين. وتساوي. تخرج ا عامل مشترك. ماذا يبقى? هنا يبقى ام كا. هنا يبقى زائد ان كبريم. الكل في ا. خرجنا ا عامل مشترك. ام بي زائد ان سي. ام بي زائد ان سي ساوي ام كا زائد ان كبريم. وبما ان ام كا زائد ان كبريم عادد صحيح. لماذا? لان ام عادد صحيح كا عادد صحيح. انا عادد صحيح. منه? ام كا زائد ان كا عادد صحيح. فان ا. بما ان ام بي زائد ان سي. يساوي ا في عادد صحيح. منه? فان ا يقسم ام بي زائد ان سي. يعني ا يقسم ام بي زائد ان سي. هذه الخاصية الرابعة. خاصية الرابعة. يجب ان تعرفوها. باش نستعملوها في الثمانين. قلنا اذا كان ا قاسم لب و ا قاسم لسي. لقينا بان ا قاسم لان بي زائد ان سي. هذه الخاصية الرابعة. مثال. مثال. خمسة قاسم لعشرين. يعني عشرين يساوي اربعة في خمسة. وخمسة قاسم لثلاثين. منه? خمسة قاسم لعشرين في ثلاثة. اي خمسة قاسم لستين. عشرين في ثلاثة هي. عشرين. وعندنا. خمسة قاسم لثلاثين في ثلاثين في مثلا. في اربعة. اتا خمسة قاسم لثلاثين. هذا هو ال ا. هذا هو ال ان سي. اذا. حسب الخاصية الاساسية. حسب الخاصية الاساسية. فان خمسة. قاسم لستين. زائد مية وعشرين. يعني. ا قاسم لان بي. زائد ان سي. منه خمسة قاسم لمية وثمانين. يعني. خمسة قاسم لمية وثمانين. ومية وثمانين. يساوي. ستة وثلاثون في خمسة. ستة وثلاثون في خمسة. تحقق. هذه هي. خمسة قاسم لآ. خمسة قاسم لآ. خمسة قاسم لآ. خمسة قاسم لآ. نوك. في الاخير. لقنا خمسة قاسم لآ. زائد ان سي. المهم. هذه. مثال على. هذه الخاصية الرابعة. نقول. اذا كان. ا قاسم لآ. وآ. قاسم لسي. فان. ا قاسم لآ. ب. زائد ان سي. حيث ان. ام وان. عددان صحيحان. الآن شوفوه. تمرين. تمرين. ان. عدد. صحيح. نضع. ا. يساوي. خمسة ان ناقص نين. وبي. يساوي. اثنين ان. زائد ثلاثة. اثبت. اثبت. ان. كل قاسم. مشترك. لآ. وبي. هو. قاسم. ايضا. ل. لعدد. ساعتاش. الحل. لي. يكون. ك. قاسم. مشترك. لآ. وبي. الحل. لي. ك. ك. قاسم. مشترك. لآ. وبي. اذا. ا. وبي. هكذا. ك. قاسم لآ. وخمس. ان. نقص نين. و. ك. قاسم. نقص. ثنين. زائد ثلاثة. يعني. ك. قاسم لآ. و. ك. قاسم لآ. و. ك. قاسم لآ. و. ب. هيدا. من. هو. حسب. الخاصية. الاساسية. هذه. اللي شفنا سابقا. يعني. إذا كان A قاسم ل B و A قاسم ل C فإن A قاسم ل N B زائد N C منه K بما أن K قاسم ل A و K قاسم ل B فإن K قاسم ل نقوم ش نديره هنا هنا عندنا خمسة N عندنا ثنين N ثنين N هذا وين عندنا ثنين N ضربه في خمسة وين عندنا خمسة N ضربه في ثنين ولا في نقص ثنين هكذا ولا العكس إما نضربه أحده زاله في هنا ثنين وهن خمسة سوف نضربه ثنين هذا وهنا ثنين N n ضربه في خمسة وين thомуh5 وين عندنا الضرب حيا نحوسه على الطرق شغال is to be made to add to both получается بيرغمه ليسيقون حتى نصل في오ملو إلى 19 هذه هي الفكرة إما نضربه ثنين N في خمسة وخمسة N في 2 وينديره نناقص بإنشانه في الأخر ولا نضربه ثنين N في نناقص خمسة وخمسة ان في اثنين. هاكذا واحد فيهم ونضربوه في نقص الاخر. هاكذا. اثنين نضربوه في نقص خمسة. وخمسة نضربوه في اثنين. ونجمعوه. في الاخير. نقص اثنين زائد ثلاثة. اثنين في خمسة ان نقص ثنين. اضتر ازائد نضربو في نقص خمسة نقص خمسة ثنين آن نقص ثلاثة هنا عندنا نضربو وثنين نضربو في مختلف فادي نضرب اخر ثم نضربنا في الاخر لا أستطيع ان نضربوهم في اثنين بابي لا نضرب الجمعة إذا أريد أن نضرب اثنين في خمسة وخمسة في اثنين يجب أن نفعل الطرح المهم أن نضرب اثنين هذا في ناقص خمسة وخمسة في اثنين خرجنا هكذا ونحسب هكذا شغل شغل MB زائد NC هذه هي يجوز حسب الخاصية الأساسية نحسب ننشره ناقص اربعة ناقص خمسة في اثنين ناقص عشرة ناقص خمسة في ناقص ثلاثة ساوي الزائد عفوا ساوي زائد خمسة لا ناقص عشرة ناقص خمسة ثلاثة ناقص خمسة في ثلاثة يساوي ناقص 15. هذه هي حسابة بارك. انا نسيت ناقص هذا المهم. كيف يساوي. ناقص 10 ان يروحوا. شفتوا كيف شرحوا خطرة واحدة ضربنا في ناقص 5. ناقص 5 في 2 ناقص 10. 2 في 15. عشان ناقص 10 راحوا. ناقص 4 ناقص 15. ناقص 15. ناقص 15. خرج النبي بان كقاسم لناقص 11. اذا كقاسم لناقص 11. يعني كيقسم ناقص 11. ومنه كيقسم 11. كيقسم 11. وهذا هو المطلوب. المطلوب قالنا اثبت قاسم ايضا لناقص 11. كيقسم 11. لماذا؟ كيقسم 11 وهو المطلوب. لماذا؟ لان قلنا قواسم 11. ونقص 11. هي نفسها. شفنا هذه الخواس في بداية الزرس. قواسم ا ونقص ا هي نفسها. هذه هي واش درنا. هنا عندنا نقص 2 لنا 2 هنا عندنا 5. نضرب في ناقص 5 اثنين وانجمعوا لكي يذهب لنقص السعطش نقص السعطش المهم ونقص السعطش ونقص السعطش لهم نفس القواس ثمانين أخير ثمانين ثاني أن عدد صحيح نضع أن يساوي أن زائد سبعة عفوا أ يساوي أن زائد واحد أثبت أن إذا كان د قاسم لأ وقاسم لب فإن د قاسم للعدد أربعة نفس الطريقة الحل كما تمنى للسابق د قاسم لأ وش ما أعطا؟ د قاسم لأ ما أعطا د قاسم لأ د قاسم لب أعطا د قاسم لب أكثر حنا إجلنا ونبعد نعوض د أ تعنا هو ثلاثة أن زائد سبعة د قاسم لثلاثة أن زائد سبعة و د قاسم لب والب تاعنا هو أن زائد واحد أن زائد واحد داخل لدينا N zu 1 هنا هناyorsunث لاige N هنا بضربra 3N نضرب N 3N لها في نقص الاثر د قاسم ل Nz1 اي D قاسم لنقص ثلاثة في أن زائد واحد منه D قاسم لنقص ثلاثة أن نقص ثلاثة نشر هذا نقص ثلاثة في أن زائد واحد يقولي نقص ثلاثة أن نقص ثلاثة نفس الطريق منه D قاسم لثلاثة ان زائد وسبعة ناقص ا زائد لثان ناقص ثلاثة جمعنا هذا وهذا شغل كما ادرنا ان ب زائد ان س هذه هي الخاصية هذه الخاصية هكذا دي قاسم لثلاثة ان زائد سبعة والدي قاسم ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة خرج هذا من الدي قاسم لثان ناقص ثلاثة ان يروحوا سبعة ناقص ثلاثة هو اربعة اذا دي قاسم لسبعة اي دي قاسم لاربعة وهو المطلوب دائما ان تشوفوا ان هذا وان هنا ثلاثة ان ونضربنا هنا في نقص 3 وكان هناك 4 نضربه في نقص 4 بشيروحوك نجمعوك ونطبقوض الخاصية هذه MB زائد NC مثل الثمانين السابق مهم إذا ما فهمتوش عودوا بالعقل تفهموه إذن هذا ما كان هذا هو الجزء الأول من القسمة الإقليدية إذا ما فهمتوش الثمانين عودوهم بالعقل إذا عيتوا وديروا بوز إن شاء الله تكونوا فهمتوا بيه ما تنسوش تتبعوني وتتكومنتيو وتبرتجوا مع صحابكم بشير فهموا منه إن شاء الله نكملوا في القسمة نوكا الجزء الثاني في أنمار الجاية والسلام عليكم ورحمة الله